تحملون أو هي أراد ترى ممكن كلها أنا صحيحة وراء أنا خاطئة ممكن قبل كأساسي لما كان فيه كلام على ما نشيني جتني أنا 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 حملة كبيرة ليش تتكلم على الرجل ونتكلم في الجانب الفني غير طبعا الأشياء السلوكية اللي موجودة عنده اللي سواها في عاسيا ونظر ما يجلس ولا دقيقة اللي يمشي ضربات الترجيح اللي كانت أمام كوريا ما يجلس ولا دقيقة هذا واحد ثمين طريقة اللعب اللي يلعبها عقيمة جدا الطريقة المرنة الموجودة على مصر والعالم هي تحول من أربعة في الدفاع تتحول إلى ثلاثة في الهجوم هذا اللي ماشي على مصر والعالم هذا ثمين ثلاثة التبديل الغريب والأعجب في كل شيء هل تخيل منتخب سعودي لديه قائمة طويلة وجايب له ثلاثة أو أربعة ظهر يسار ويشرك سلطان الغنام في ظهر اليسار لما أصيب متعب هذه أم الكوارث فنية أم الكوارث فنية لا يعملها إلا رجل لا يعلم أن الغنام سلطان الغنام لم يلعب ظهر يسار في حياته أربعة هل تتخيل أي مبتد في كرة القدم يتوقع أن المنتخب السعودي على الأقل في آخر عشرين دقيقة يلعب بمهاجمين صريحين دخل البريكان أخرج رديف المغامرة معدومة عنده لذلك هذه النتيجة هذه النتيجة هذا المسلسل مستمر ترى من أول إلى الآن لا تتوقع أن هذا المسلسل سيتوقف هذا المسلسل لن يتوقف بهذا الأداء يعني توقعون الأداء سيكون يتغير 180 درجة هذا المسلسل سيتستمر مع هذا الرجل تقولي لا ما عندنا لاعبين شوف المنتخب مع رينارد وشوف المنتخب مع منشيني لتعرف الفرق إن لم يعدل أفكارها يا أخي مش مشكلة غيرها ليه غيرنا اللي أكبر منها مصلحة المنتخب وكرة القدم السعودية فوق أي مدرب فضل أحمد